استمعنا إلى الإحصائيات من وزارة البحث العلمي استمعنا إلى رأي منظمة الصحة العالمية خلوها نذهب بقى إلى خط الدفاع الأول أو نذهب إلى الناس اللي إدهم في الموضوع أكتر ناس واللي عندهم الخبرة العملية والواقعية زيهم زي أي مكان في العالم الأطباء اللي بيعالجوا حالات كوفيد-19 أو فيروس كورونا الخبرة اللي تولدت عند الطبيب المصري زيها عند الأمريكي زيها عند الإنجليزي الموضوع مفوش أي نوع من أنواع الاختلاف المرضى بيجوا الأبحاث بالمناسبة إحنا عندنا بعض المهن المشهور لها بالكفاءة منها الطب مش بقول كده بمناسبة إن احنا بنحييهم في هذه الأيام ولا أي حاجة اللي حضرتك بيسافر فيك وكندا ولا أمريكا يعرف الكلام اللي أنا بقوله ده صح طب وصيدلة في كندا وأمريكا يعني شوف المصريين عدده منك قدية فإحنا شطرين شويتين ثلاثة في دول الخليج كمان اللي عاش فيك وفي دول الخليج يعرف الفرق بين الطبيب المصري وغيره من الجنسيات ده مش من السنة دي ولا اللي فاتت ده بقى لنا فترة في هذا الشأن فكل التجارب اللي بتمر بالطبيب المصري وهو في المستشفى يواجه هذه الحالات تمر بزملائه في كل مكان في العالم تعالوا نذهب إلى طيب نستنى وكننا هناخد معنا من مستشفى الحميات بلو أسر الدكتور محمد الراملي هنرجع له مرة تانية عشان نسأل على إيه اللي بيحصل دلوقتي على أرض الواقع في مواجهة هذا الفيروس الأمر اللي أنا عايز يعني أتكلم فيه ومش عايزين نزعل من بعض يعني مش عايزين نباد نحن اتنين فيه يعني إحنا بنعرفش نقعد في بيوتنا من الأمهات والطلبة بخصوص الامتحانات ويبدو كده أنه الدولة وهنا ما بتكلمش عن الدكتور طريق شوقي لأنه هو يعني مظلوم في الحتة دي شوية ده قرار دولة اتخذ رئيس مجلس الوزراء وتتحمل الحكومة مسئوليته تماما يعني موضوع الله يكون في العون وقت اتخاذ مثل هذا النوع من القرارات لكن يعني أتمنى من الدكتور مصطفى مدبولي في أول مؤتمر صحفي قادم أنه يعني يتحمل مسئولية هذا القرار أمام الناس كلها لأنه يعني أنا الله يكون فعونه مرة تانية البقاء في كرسي رئيس مجلس الوزراء في هذه الظروف أو في أي كرسي مسئولية في هذه الظروف أمر يعني محتاج جبل لكن فيما يخص صحة ولدنا وفيما يخص مستقبلهم وفيما يخص مرض أرجو أن يتم توجيه رسالة مرة أخرى من رئيس مجلس الوزراء إلى الأمهات والآباء والطلبة اللي رايحين امتحانات خلال 21 يوم أمر جد أمر كل واحد فيه عند وجهة نظر محترمة الدولة بتقول لا عايزين نخلص في قوانين بتحكمنا صرفنا مبالغ ضخمة جدا عشان التعقيم مفيش وسيلة تانية اللي قدرنا عليه نعمله في سنوات الناء اللي عملناها اللي نقدر نقوم به يعني في موضوع المناهج قمنا به ادينا فرصة تانية للسنة اللي جاية عملنا كل حاجة بس الصالح العام والرؤية العامة بتاعتنا كدولة ان احنا ننزل الولادة متاحة الأمهات والآباء بيقولوا ولادنا يعني ماقدرش أخبي الشعور ده ماقدرش أخبيه ماقدرش متعاطفش معاه طبعا وتبقى في النهاية التجربة هي اللي هتحكم على يعني نجاح هذا القرار ولا لا